شو صار اليوم نتماني الصباح لتماني المساء قبل وصول هوكشتاين ع بيروت بكرة رجع أكد رئيس مجلس النواب نبيه بره أنه صار فيه إجماع لبناني على القرار 1701 ورفض بنفس الوقت إجراء أي تعديلات على القرار قدرت الهيئة اللبنانية للطاقة الضرية توصل على موقعان بالضاحية وتاخد منهم عينات لتتأكد إذا إسرائيل عم تستخدم بالفعل يورانيوم منضب وهو سلاح محرم دوليا واحد من هول موقعان هو مطرح مختيل أمين عام حزب الله والنتيجة الأولية بدأ كم يوم لتطلع كشفت الخارجية الإيرانية هوية الشخصين اللي اختالتهم مسيرة إسرائيلية على طريق جوني السبت وهن المواطنة الإيرانية معصومة كاراباسي وزوجة لبنانية رد عواضة الغارات الإسرائيلية تجددت الصبح على الضاحية الجنوبية تحديدا بمحيط مستشفى بهما بحارة حراك برى الضاحية كملت الغارات اليومية بالجنوب والبقع وتكسفت على الكرة الحدودية وبلدات سور استشهد ثلاث عناصر من الجيش اللبناني باستهداف مباشر لقاليتهم على طريق عنق بالحنين واستشهد مصعف باستهداف إسرائيل لمركز الهيئة الصحية بدار الزهراني بعد ما استهدفت مسيرة جسر المشات بالضيعة وقطعت الطريق العام بس رجعت قدرة فرق الإغاثة تفتح الطريق باتجاه واحد كمان قطع الاحتلال الطريق اللي بتوصل كفار شوبة بكفار حمام بالمقابل استهدف حزب الله أكتر من سكنة عسكرية منها قاعدة بيراية للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة شمشون غرب بحيرة طبرية وقاعدة طيرة الكرمل بجنوب حيفا ورجع بعد مسيرها ع حيفا الجيش الإسرائيلي قدر أنه عم يعترض 80% من مسيرات الحزب بس العشرين بالمية اللي عم تخترق الدفاعات ممكن توقع أضرار معتبرة بالجليل تمان فرق إطفاء حاول تطف الحراية وخلال النهار نرمى أكتر من 140 صاروخ من لبنان ع إسرائيل